بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أغرب وأعجب وأخطر فتوى لسيد علي أسستاني يقول الإمام علي لم يخلق الكون ولكن أهل البيت كانوا يخلقونه ويحيونه أحيانا قبل أن أدخل في هذا الموضوع أود تقديم مقدمة أنه إحنا نعيش ثقافة ديكتراتورية إذا حبينا إنسان معين زعيم قائد رئيس معين نعبده ونطيعه يعني نرفعه إلى مستوى الألوهية والعبودية نعبده كل ما يقول وكل ما يفعل وكل ما لا يفعل فهو صحيح ما نعطل أنفسنا أي مجال للتفكير والنقد والملاحظة والمشهورة والاعتراض مثلا لا وإذا كرهنا إنسان معين أيضا نسقط مرة واحدة بينهم على الإسلام يعلمنا وأهل البيت عليهم السلام يعلمون الثقافة الديمقراطية ثقافة الشورى والمسؤولية والأمر المعروف وهناع المنكر وعدم الإنسحاق أمام الجعماء والقادة والمراجع مع الأسف الشديد إحنا كنا نعيش يعني في ظل أنظمة ديكتاتورية مثل نظام صدام وبعدين صاحبنا نظام إسلامي يعني نظام ديمقراطي ولكن فوق هذا النظام أدنى مرجعية مرجعية لتحكم فوق هذا النظام والألاقة بين الناس وبين هذه المرجعية ألاقة مع الأسف مو صحيحة ألاقة يعني تصنيم وأبودية وعدم يعني أنه كل ما فعل المرجع هو صحيح لأنه هذا نائب الإمام هذا الحاكم الشرعي هذا ولي أمر المسلمين ما نسمح لأنفسنا أن نقدم ولو نقد بصير وإذا واحد قام وانتقد مثلا أحد المراجع لا هذا يريد أن يسقط المرجع يريد أن يقضع عليه هذا عنده هدف مثلا معين بحقيقة ما عندنا هكذا هداف ولا أن نريد أن يسقط أحد إنما نشوف بعض الأخطاء موجودة يعني مثلا السيد السيستاني قام بأعمال تاريخية عظيمة في العراق حقيقة أقول وقد قلت ذلك مرارا وتكرارا أولا مثلا أقامة نظام دستوري في العراق ونظام ديمقراطي بعد ذلك على ضوء الدستور وردعا إلى كتابة الدستور ولو كان فيه يعني مشاكل ولكن هو رفض الفوضى ورفض السيطرة الأمريكية على العراق المباشرة أو وضع دستور كما تشاء أمريكا مثلا قال يجب أن يكتب تستور العراقيون هذا خطوة مهمة جدا الخطوة الثانية منع الحرب الأهلية عندما أعلن الزرقاوي الحرب العلنية على الشيعة في 2006 إذا تذكرون وقال لو قتلوا نصف الشيعة لا تردوا عليهم ولو قتلوني لا تردوا عليهم هذا كان موقف تاريخي يسجل له التاريخ والموقف الثالث هو محاربة داعش الفتوى التاريخية بمحاربة داعش هذه إيجابيات عند السيد السستاني ولكنه ليس محصوما ولم ينزل من السماء وعنده أخطاء سمعا في الفتاوى أو في الفكر أو في المواقف يمكن نناقش مواقفه ميجوز أنه نظر إلا نظره يعني كأنه واحد معصوم أو نبي من أنبياء الله لا مو يشكل فشوفوا الإمام علي عليه السلام كيف يعلمنا الثقافة الديمقراطية كيف نتعامل مع الإمام في حياته أمير المؤمنين وهو حاكم عنده خطاب طويل موجود في نجل بلاغة أقراركم مقطع من عنده حتى تشوفون شقد إحنا بعيدين عن ثقافة أهل البيت الديمقراطية يقول في هذه الخطبة المعروفة وربما استحل الناس الثناء بعد البلاء يثنع عليهم علي ويعظموه يعني فلا تثنوا علي بجميل ثناء لأخراج نفسي إلى الله وإليكم من البقية في حقوق لم أفرغ من أدائها وفرائض لابد من إمضائها عندي واجبات أزم أسويها فرائض عليها فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل الباجرة الحكام المستبدين اللي واحد يخاف يتكلم معهم كلمة واحدة ولا تخالطوني بالمصانعة كونوا عاديين ويحكوا معايا كما تشاءون ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي ولا التماس إعراما لنفسي أنا أمير المؤمنين وما أحد ما يتكلموا إياي لا أنا أستمع إلى أي واحد فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل به ما أتقل عليه سيكون ديكتاتور يعني أنتم سألون الإنسان ديكتاتور الحاكم ديكتاتور أو المرجع سألون ديكتاتور عندما ما تنظرون إلى نظرة موضوعية وما تقولوا لا حق ولا باطل فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ هذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول ويعلمنا أن نتعامل هكذا نتعامل مع بقية الحكام والمراجع والزعماء ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني فإنما أنا وأنتم عبيد مملكون لرب لا رب غيره شوفوا شلو هاي الثقافة الإسلامية الثقافة الديمقراطية يعني إحنا لازم نقوم بدورنا إحنا كمواطنين كناس عاديين إذا شفنا القائد الزعيم الرئيس ديخطأ أو تخلى موقفا خاطئا أو قال كلاما خاطئا وشفنا كلاما مصحيح يجب أن نعترض عليها ونقول لها كلامك مصحيح حتى لو كان مرجع حتى لو كان السستاني أو غير السستاني مع الأسف يعني أنا نشرط هذه المقالة وبعض الناس آه هذا حملة على السستاني لا ما أدل لا حملة على السستاني ولا على غيره ولا داخلين في منافسة على المرجعية ولا على رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء إنما نرى أن هناك خطأ كبير حصل لابد من تصحيحه ومع الأسف الشديد المرجعية ما عندها قناة لتبادل الأراء بين الناس في المجلس الشورى مثلا الاستماع إلى شكاو الناس عقد ندوات مؤتمرات لإبداء أراء الآخرين تجاه ما يفعل المرجع مثلا كلها مموجه هو مرجع كأنه صحير صنم مثلا احنا مسوي صنم و ما حد ما يقدر يتكلم معه أي كلمة وإذا واحد ببنته شفه يصبح هذا إنسان يتكلم عنده حملة مع النوعصب ضد الشيعة ما عدنا شكل هذا احنا نقول هذا الكلام لله وفي الله ودفاعا عن الإسلام وعن الشيعة قبل أي شيء آخر فلذلك اسمحوا لي أن أتكلم حول هذا الموضوع بهدوء إن شاء الله وأنا ما أحاول أن أسيء لأحد ولكن في فتوى عجيبة قذيبة طالعة وخطيرة جدا لا بد من مراجعتها وأطالب سيد السستاني بأن يراجع هذه الفتوى التي صدرت من مكتبه وما أدره هو مطلع عليها ولا لا ولو هو يتحمل مسؤولية لأنه بسمط على العام فبس هو رجال كبير وكذا ما أعرف شنو الموضوع كيف تخرج هكذا فتاوى في هذه الأيام تسيء إلى الشيعة وإلى المسلمين عموما فأقول أصدر مكتب السيد السستاني يوم 8-1445 فتوى عجيبة غريبة ومتناقضة في نفس الوقت في تعريف معناء الغلو ردا على سائل سأله هل القول بأن الإمام علي والإمام الحسين هو خالق الأكوان شوفوا شلون سؤال عجيب وغريب بحد ذاتي أو جعلوا سماوات أو أنه يحيي الخلق ويميتهم وطبعا يرزقهم ويدرجعونهم بعد أشياء ذلك تفاصيل هل هذا القول من الغلو المنهئي عنه في الروايات الشريفة الثابتة تعرفون بعض الشعراء اللي يعني يطلقون العنان لأنفسهم فيتكلمون بما يشعون كفريات وشركيات وأشياء مغالية جدا تواحد سائل قال له هذا شنو غلو لو مغلو وكان جواب كما يلي باسمه تعالى سطرهم ثلاثة نعم هو من الغلو الذي تبرأ منه أئمة أهل البيت عليهم السلام هذا كلام لطيف وليس منه إسناد الخلق أو الإحياء إليهم في بعض الموارض الخاصة بإذن الله تعالى نظير ما ورد في القرآن الكريم بالنسبة إلى بعض الأنبياء على نبينا وآله وعليهم السلام ثمانية صفر ألف واربعمية وخمسة واربعين وختم مكتب السيد السستاني في النجف الأشفر وجاء هذا السؤال أو الاستفتاء بعد انتشار مقاطع لبعض الشعراء والرواديد الحسينيين في العراق تتضمن معاني الغلو إلى درجة الكفر والشرك الصريح بالله تعالى وكان عامة الناس ينتظرون أن تقوم المرجعية باتخاذ موقف صريح في مكافحة هذا الغلوب وهذه الظاهرة المنتشرة الآن والقيام بواجبها في الأمر بالمعروف وأنها يعني منكر وتوجيه الناس إلى توحيد الله تعالى وإدانة أولئك الشعراء والرواديد الذين يطلقون لمخيلاتهم العنان بيابتعدون عن منهج التوحيد ويسقطون في هوة الشرك والكفر ويشوهون سمعة الشيعة والمجالس الحسينية ويدعون غيرهم غير الشيعة يعني إلى تكفيرهم بناء على الأقوال هذه بل ويعطونهم مادة ومبررا للهجوم وإعلان الحرب عليهم ولكن المرجعية النائمة والصامتة لم تكن بواجبها في الأمر بالمعروف وأنها يعني منكر وهداية الناس إلى طريق الله تعالى مع الأسف الشديد أي سنوات الآن أحدنا ثم جاءت هذه الفتوى الغريبة العجيبة لتزيد الطينة بلة وتدعم الغلاة المشركين وتؤيد مواقفهم مستعملة لغة ضعيفة مهاجنة ومتناقضة وتنطوي على غلو وشرك بالله تعالى ومخالفة للقرآن الكريم والواقع فهي من ناحية تعتبر القولة بخلق الإمام علي للأكوان غلو ولكنها في نفس الوقت تقول إن إسناد الخلق والإحياء إلى أهل البيت يحدث في بعض الموارد الخاصة هذا كلام عجيب وغريب متناقض يعني ولا ندري بالضبط هل اطلع السيد السلساني على هذه الفتوى فهو كما يقال مريض جدا ولا يتابع ما يجري في مكتبه والظاهر الشكل يعني ولو كان متابع ما كان سمح بصدرها هكذا فتوى وما يتابع ما يصدر عنه باسمه من فتوى هذا أحسن الضم به بالحقيقة أنا أريد أن أحسن الضم به سيد السلساني لا أريد أن أحمله المسئولية وأنا ما شايفه ولا متأكد من هو كذا ولكن ما يصدر من مكتبه مريب حقيقة وربما لا يعرف من يتواجد في مكتبه وما هو مستواه العلمي والإيماني والعقلي حتى العقل بمشكلة أنه في الناس حتى عقلهم ما موجود بحيث يكتب ما يشاء ويفتي بخلاف القرآن الكريم وعقيدة التوحيد والواقع والتاريخ أن الأئمة كانوا مثلا يحيون الناس يميتيوهم شونا الكلام هذا منين جايبه ولا يقدم أي دليل أو مثلا على ما يقول من قيام أئمة أهل البيت بالخلق والإحياء وين متى تم ذلك إلا بالأساطير إلا ما ينسب لبعض الغلاق من خرافات وأساطير وهذا اللي جالس في مكتب السيد السلساني يحتمل على الأساطير ويصدر باسم السلساني ولذا نطالب السيد السلساني بالإشراف الدقيق على مكتبه والتوقيع بنفسه على الفتاوى الصادرة منه خلي شوفها ويوقع عليها بخط إيده مو بالمختم ويرحوم بعدين أو إعادة تشكيل أعضاء المكتب وإعلان أسمائهم للملع من وذول المكتب السلساني ليصدرون الفتاوى ابن محمد رضا ولا آخرون مثلا خلنعرفهم حتى إذا واحد سوفت خطأ أو قال كلاما عجيبا غريبا وحده يحاسب أن تبلان أخطأت وإدانة هذه الفتوى العجيبة الغريبة المتناقضة التي تنفي خلق الكون عن الإمام علي والحسين ولكنها في نفس الوقت تزعم قيام أهل البيت بذلك في بعض الموارد الخاصة دون أن تقول لنا ما هي تلك الموارد وماذا حدث فيها ومتى وما هو المصدر طبعا نحن نعرف مكتب السلساني أيضا دعم كتاب ما لسيد مرتضى جعفر مرتضى العاملي عن رد الشمس حوالي ستين مرة الإمام علي عشر سنين اشتغل علي وبعدين نشاره والمكتب السلساني طبعا الهياة ودعمه أو الآن لديهم 842 كتاب عن الماميدي واحد كتاب كتابين يكفي إثبات وجود الإمام صرفون هالملايين على هالمؤلفين وعلى الطباعة وعلى النشر ملايين ملايين دي يصرفون ماكو واحد يحاسبهم ماكو واحد يحاسب المكتب وما عنده سيد السلساني عنده طلاع ولا ما عنده طلاع راجعوا مركز الدراسات التخصصية بالإمام المهدي في مكتب السلساني أنا قبل السبوع تقريبا راجعت 842 كتاب عشرين طيب هذا ما لازم واحد يحاسب أموال عامة أموال الناس بدل من يعطوها الفقراء والمساكين والناس المحتاجين يصدرون كتب عبثية ما بها ما تفيد أي شيء ولا تثبت أي شيء إن من أخطر الأمور أن يسمح للجهلة والمنحرفين بالتصدي للإفتاع والأخطر من ذلك أن يتم إصدار الفتاوى الضالة المضلة باسم المرجعية السلساني التي يعتبرها الكثير من الناس في العالم وجه الشيعة وأن إصدار الفتاوى بهذه الصورة الغامضة المشبوهة تحسب عليه وتسجل باسمه مكتب السلساني من هو مكتب السلساني؟ ما حد ما يعرفه وفي الحقيقة لم يكن هذا الإشكال اللي يحدث لو كان السيد السلساني منفتحاً على الناس ومتواصلاً معهم بصورة مباشرة مو يجبون بس يسلمون عليه ويرحون لازم واحد يقعد في مناسبات للإلتقاء بالنخب على الأقد ما يلتقى بالحكومة ما يلتقى بمجلس النواب بالنخب المثقفة بالعلماء يجلسون يتحدثون إياه ويعرضون لهم إلى الإشكالات أو المشاكل الموجودة في المجتمع وذلك لأن هذا الإنعزال والإنقطاع يتسبب في مشاكل كثيرة بحيث لا نعود نعرف الرأي الحقيقي للسلساني مما يدلس عليه فهي الفتوى صادرة من السلساني له صادرة من مكتبه ومنه من هذا المكتب اللي صادرة من عنده ما نعرف هذه المشكلة حقيقة والناس يقول لك نحن نقلل دسلساني وذلك ما يساون تحت أباءته هو مقدس لازم ما تنتقدون الآخرين اللي يتكلمون أو يعملون تحت أباءته ونأمل أن يتشكل وفد شيعي عام لملاقاته أو قيام وسائل الإعلام الرسمية بسؤاله مباشرة عن حقيقة هذه الفتوى التاريخية الخطيرة سلبية يعني وحقيقة موقفه من الغلوب ومن القول بقيام أهل البيت بالخلق والإحياء أحيانا هذه ستحسب على الشيعة عبر التاريخ إذا بقيت كما هي وما حد ما تكلم حولها إن هذه الفتوى اللاشرعية تتناقض بصورة صارخة مع القرآن الكريم الذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم خلشوف القرآن شو نتحدث وهاي الفتوى أين محلها من القرآن الكريم يا أيها الناس ضرب مثل تستمعوا له إن الذين تدعونا من دون الله لن يخلقوا ذبابا أهل البيت ذبابة بعوضة ما يتبكرون ونخلقون ولا يحيون شنال الكلام هذا؟ ولو اجتمعوا له إن الذين تدعونا من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الدباب شيئاً لا يستنكذوه منه وعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لكوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور آيات كثيرة بالقرآن صريحة بتوحيد الله ومحاربة الشرك ألا له الخلق والأمر الخلق والأمر كل بيد الله هاي سورة العراف آية 59 إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الباريات 150 واحبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً حتى شيء قليل لا تقول هذا بإذن الله رح يعمل هذا العمل بإذن الله هاي في سورة النساء 36 قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً على العام 151 ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك هذا خطاب لرسول الله لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الناس أولون يقول هذا يعني كناية أو كذا لا خطاب صريح للرسول أنت يا رسول الله عليك أن تبلغ دعوة التوحيد تدعو الناس إلى توحيد الله ولو أشررت شوية عملك كل رح يحبط ولتكونن من الخاسرين بكل تأجيد الله خاطبه إن الله لا يغفر وأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً النساء 48 أي أخرى أيضاً في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظل ضلالاً بعيداً النساء 116 ليش التركيز من الله تعالى على على محاربة الشرك قل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرضاباً من دون الله فإن تولوا فقولوا يشهدوا بأنه مسلمون آل عمران 64 أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على مية شاءوا من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون النحل من واحد إلى ثلاثة أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء مساعدين سكرتارية كأن الله تقدم مقاولات هو ما يقدر يسوي الأشياء وما يريد يسويها فجائب لك أهل البيت هم شركة مقاولات هم يخلقون الكون ويوجدون الناس ويرزقون ويحيون الله لا يحتاج لشركة مقاولات حتى ساعده في تنفيذ ما يريد أن يخلق مثلاً أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلموا في الأرض الله ما يعرف أنت شركاء أنت لماذا تلصقوا على شركاء أسولة أم بظاهر من القول بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هذا الرعد 33 قل إنما حرم ربي الفواحشة ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغية بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ما عندكم سلطان فالكلام تقول إنما يحيون وميتون أحياناً عندك سلطان بهالكلام يا مكتب السستاني ما عندك سلطان فليش تتكلم فالشيء الله ما منزل به سلطان وما عندك أي دليل علي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون العراف 33 أي شركون ما لا يخلقوا شيئاً وهم يخلقون العراف 191 آيات كثيرة بالقرآن كل القرآن جاي حتى أكد هذه الفكرة أن الله هو الخالق ماكوه واحد آخر شريك لله تعالى في الخلق وفي الإحياء والإيمانة والرزق والحساب والكتاب إن عقيدة التوحيد هي جوهر الإسلام والقرآن كله جاء ليحارب الشرك فالمسألة ليست مسألة تقليد يسألون مرجع شون رأيك بالموضوع هذا غلول أو مغلول حتى يستفتى فيها السلطاني أو غيره وإنما هي إيمان قائم على القرآن والتوحيد وإن جميع العلماء يقولون لا يجوز التقليد في العقائد وإذا كان التقليد في الفقه جائزاً للجهلة والأميين والمضطرين ما يعرفون شيء فإنه يحرم لمن يستطيع التفكير والاجتهاد والبحث والتحقيق وقد اعتبره مؤسس المذهب الاثنى عشري كالشيخ المفيد وشيخ الطوسي بدعة مذمومة وغير مبرئة لذمة التقليد فكيف بالتقليد في أخطر مسألة عقائدية كتوحيد الله عز وجل إلا أن ابتعاد الناس عن القرآن الكريم سمح لبعض المنحرفين أن يقعوا في وهدة الغلوي والشرق والعياذ بالله وكان من المفروض أن يوجه المفتي في مكتب السستاني يوجه السائلة إلى القرآن الكريم ويعرفه عقيدة التوحيد ويحذره من الشرك ويقول له أن بناء العقيدة الإسلامية حول الموضوع لا يعتمد على الروايات الواردة عن أهل البيت العقيدة نأخذها من القرآن وإنما على القرآن والقرآن فقط فضلاً عن أن روايات أهل البيت الكثيرة والمتواترة تحذر من الغلوب الشركي وتلعن الغلات المشركين اللي كانوا في زمانهم يدعونها للجعاءات كما كان من المفروض أن ينبه المفتي السائل إلى أن المسألة ليست من مسائل التقليد وإنما على كل مسلم أن يراجع القرآن الكريم أولاً وأنه ليس بحاجة إلى الروايات أو المفتين حتى والذي أروح يرجع القرآن شوف القرآن شي يقول وكان يجب على المتصدر للإفتاء في مكتب السستاني أن يعرب عن إنكاره الشديد لهذه المقولات الشركية أن الله الإمام علي خالق الأكوان شو الكلام هذا؟ ورفضيها بشدة ولا يعتبر هكذا مقولات من باب الغلو الذي تختلف فيها عراء الناس وإنما هي من مقولات الكفري والإيمان والشركي والتوحيد إذا واحد أعمل في هالكلام رح يصير كافر مشرك ما يكون بعد هو مؤمن موحد ولكن المفتي اللي من أعرفه هذا المجهود المغالي المختبئ في مكتب السستاني أجاب جوابا ضعيفا ومنكرا وفاشلا وذلك عندما تراجع عن اعتبار الخلق والإحياء المنسوب إلى الأئمة من الغلو المرفوع من الأئمة واستثناء حدوثه في بعض الموارد الخاصة هذا الشيء العجيب غريب ورقعها قال لك شنو أنه بإذن الله تعالى وقد فشل هذا المفتي في الجواب مرتين نظريا وعمليا في تشبيه دعواه بالنسبة الإحياء والخلق للأئمة كما قال نظير ما ورد في القرآن الكريم بالنسبة إلى بعض الأنبياء اللي يقصد نبي عيسى عليه السلام الذي كان يخلق من الطين طيرا فينفخ الله فيه الروح مو ينفخ الروح ويسوي طير وهذا اشتباهه من المفتي بالنسبة الخلق إلى عيسى عيسى ما كان يخلق الطيور كان يسوي تمثال طير من الطين و الله سبحانه وتعالى ينفخ فيهم الروح ويطير إذ أنه لم يكن يخلق الطيور وإنما كان يصورها ويصنع تماثيلها من الطين فينفخ الله فيها الروح وكذلك أحياء الموتى بإذن الله تعالى ما الله أعطاه إلى قدرة إلى عيسى في هال أشياء مو أنه فأوضى الكون يخلق الأكوان ما في حتى المسيحيين لا يقولون ذلك أن عيسى مثلا خلق الأكوان أن الله سبحانه وتعالى أوجد المادة وهي أكبر عملية خلقية في الوجود كما قال سبحانه في سورة غافر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الأنبياء بالطبع فكيف يمكن أن يقوم الناس بما فيهم الأنبياء والرسل بخلق أي مادة من البداية كل المواد من السماوات والأرض وكل الناس أيضا من السماوات والأرض فالحديث عن تصرف أحد من الناس كالإمام علي مثلا في الكون ويخلق الأكوان كلها يعني حديث سخيف وباطل والمسيح عليه السلام استعمل المواد الموجودة لخلقة مثال طير من الطين ثم نفخ الله فيه أما النبي محمد صلى الله عليه وآله فقد كان يريد أن يسكت المخالفين بإظهار آية سماوية المسركين كانوا يطالبون جبنا معجزة حتى نعترف بنبوتك ولكن الله تعالى قال له وإن كان كبر عليك إعراضهم ماذا يستمعون إليك فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وعلى أي حال فإنه لا يمكن قياس الأئمة على الأنبياء أو على النبي عيسى عليه السلام لأن هذا القياس باطل ولا إما ليسوا أنبياء ولا توجد لديهم علاقة خاصة مع الله هم أمو أنبياء خلص أمو الناس علماء صالحون علماء أبرار رواة حديث عن النبي مو أكثر من هذا ولا ينزل عليهم وحي ولا يتكلمون ولا يعملون عملاً مشابهاً لعمل النبي عيسى حتى بإذن الله إذا قلنا بإذنها ما يصير قل لا أملك لنشوف هو بشير لقوم يؤمنون فهذا النبي محمد هو خالق الأكوان أو المام علي خالق الأكوان أو المام الحسين ويقدر أرزاق العباد ويجير الكون أو المام يجير الآن مثلاً كما يزعمون الله يقول لي محمد يقول لي أنت قل لا أملك نفسي نفعاً ولا ظر أنا ما عندي كل شيء إلا ما شاء الله الله اللي يقدر حياتي هذا أولاً هذا الخطأ الأول اللي هما قاسوا الأمة على النبي عيسى وأما الخطأ الثاني فإن الإدعاء بقيام الأمة بالإحياء والخلق والرزق طبعاً إدعاء غير واقعي ولم يثبت في التاريخ وإنما هو خيال في خيال وأسطورة من الأساطير من أساطير الغلاد ولم يذكر المفتي المجهول في مكتب السستاني اللي ذكر هذه العبارة أي حادثة مشابهة لما قام به النبي عيسى عن أحد من الأم إلا ما يرويه الغلاد الخرافيون عنهم كقيام الإمام الباكر بعمل فيل من الطين والطيران به من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة أسطورة هذه أو أن الإمام موسى الكاظم شاف لوحة جدارية وكان معزوم عند هارون الرشيد وهارون الرشيد جايب فرد ساحر يضحك على الإمام موسى الكاظم وطير الخبز من أيديه فالإمام غضب وأشار إلى لوحة على الجدار لوحة صورة أسد قال له تعال أكل هذا الساحر الهندي أو أنه قصص من أو النبي أو الإمام الرضا إجي واحد قال له أنه أبوي وأمه ميتين وكذا تعال أحييهم إليه فأحياهم وعاشوا وبعدين ها كل أساطير أكاذيب هذه والحوزة المفروض فيها تدرس الأشياء تحقق فيها مع الأسف الشديد ما درشونوا ملتهين بأي دراسة بأي موضوع ما يبحثون ما يدققون ما يدرسون تسموهم حوزة وعلماء وإحنا مختصين أي اختصاص أدكم ما تعرفون مبادئ الدين ما تعرفوها وتقولوا إحنا مراجع مختصين وإحنا حوزوا عليكم أن تقلدونا وتسمعوا كلامنا هذه مصيبة حقيقة وما شابه منها القصص الإسطورية التي يريدها الولاد من أجل إثبات إمامة بعض الأئمة أن هذه نظرية الإمامة المسويها لا يمكن دليل عليها لا من الله من القرآن ولا من النبي وما يمكن نصوص على الأئمة فالشي يفعلون اختلقوا لمعاجز لذلك اختلقوا هذه المعاجز حتى ينقدوا نظرية الإمامة التي وصلت إلى طريق المسدود وانتهت بوفاة الإمامة العسكري وراحت خلصة قبل ألف ومئة سنة وإحنا الآن جايين بعد مئات السنين بعد ألف ومئة سنة مشبثين بهذه النظرية ونحاول نثبتها وبهذه الأساطير ويبدو أن المفتي المجهول في مكتب السستاني الذي أصدر هذه الفتوى متأثر جدا بأقاويل الغلاة المفوضة الملعونين على لسان الإمام الصادق وبالمرجع الراحل أبو القاسم الخوئي الذي كان يؤمن بالولاية التكوينية كما ورد في كتابه مصباح الفقاهة جزء 3 صفحة 277 إلى 281 يبحث هذا الموضوع الولاية التكوينية ويقول هذا نقول لكم فقرة من كلامه ذول دارسين أنت سيد الخوئي أدوما أهلا أفكار هذه يقول الظاهر أنه لا شبهته في ولايتهم على المخلوق بأجمعهم هذا الخوئي يقول من وين جبت الكلام يا سيد الخوئي من القرآن من النبي يقول لا كما يظهر من الأخبار زيارة الجامعة أو زيارة مجرس حديث الموضوع لكونهم واسطة في الإيجاد يعني الله خلقهم وهم راحوا خلقوا الكون والمام علي خلقوا الكون فذول الشعراء والرواديد يأخذون الكلام من الخوئي يقلدوا يعني تقليد أعمى وذول الجماعة في المكتب أيضا نفس الشيء وبهم الوجود وهم السبب في الخلق إذ لو لهم لما خلق الناس كلهم لما خلق الناس كلهم وإنما خلقوا من أجلهم